أدان مجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر كافة أشكال العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الشقيق واستنقر الهجوم ضد المستشفيات والمنشآت الصحية جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الستين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي تعقد بمدينة جينيف السويسرية حيث دع المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية لتحمل المسئولية الإنسانية وبممارسة الضغط الشديد لوقف الهجمات العشوائية التي عصفت بالنظام الصحي في فلسطين وأصفرت عن خروج شبه كامل للمستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة كما عربت مصر عن دعمها الكامل للمقترح المطروح خلال أعمال اللجنة الفنية الاستشارية والذي يستهدف تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لدراسة وتقييم الوضع الراغن في قطاع غزة وتحديد خطة عمل عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني وتحديد الاحتياجات التي يتطلبها بصفة عاجلة